راديو نيل يعني نغنيها مثلا واحنا قاعدين عادي. نستخدمها في الالعاب عادي. يعني خدي عندك مثلا. مثلا. القطن مش مشعية. حلوة بس شعية. نطت حتة تنطق. الى اخيره. يعني تاني اقولك حاجة تانية. لا شكرا. مثلا. مثلا او الله يعني تقدري تقولي لي ما هو مصدر اغنية فتاحي يا وردة. افلي يا وردة. صواب عكل ولي في طابق بنوري. مش عارف ليه. يعني ليه في اه. وهنا وردة. ايه نفيونكا. بالزبط. كنا نستخدمها بقى في الالعاب. لما نحب نعمل مسلا ايه قرعة او حاجة زي كده. كنا ممكن احنا نستخدمها جدا. لاغنية كيلو باميا. مسلا. اه. مسلا. يعني فاكركم اللي هو ايه? احنا نقول اه كلمتين من الاغنية بس. فاكرهم? اه ايه? هما الهو كيلو باميا. ونسكت. اه القط لا. لا. لا ما الاغنية ليه اكمالة. اه طيب كملتها كم ايه? كيلو باميا. القطة العهمية. ايه خطفة اوميزي. بالانجلي ليه بالانجليزي? مش عارف. القافية. يعني ايه بص ايه. اي حاجة. والله اي موضوع كده اللي هو ايه كنا الفنا اغنية وخلاص. ده غير طبعا الاغاني اللي كانت يعني منتشرة جدا جدا في اول تسانات. يعني فاكرة اجمل من في الحفلة مين? لا لا ما بيبص بقول لك يبلاش الاغنية دي. بلاش الاغنية دي طيب. طيب. ايه التنمر ده. اوكي والله. يعني دي من الاغاني برضو اللي. ما بحبهاش. اه. وجيل كامل ما بحبهاش. وكانوا بيغنوها اه. يعني من الاغاني اللي برضو مش عارف ايه. ليه يا جماعة? ليه? ليه هزي الاغنية? وليه وليه واحد اتنين تلاتة اربعة لكل من نعملها في الاخر ونرجع على غاني نغني الاغنية. ليه برضو? انا مش عارف بقول لك ايه الجيل بتاع دلوقتي. اه. هل ينفع معاه الحاجات دي? والله هي يقولولنا. بتاكل معاه الكلام ده يعني. لا اطول استحيلة. ليه بقى? يعني انا مسلا اجيب مسلا ولاد عندهم اتناشر تلتاشر سنة. اه. اه. اه كده في الموبايل وفي النات وفي الالكترونيات وبتاع وجه يقول له ايه? القطة المش مش هي حالة بس ايه. اه. هيبص لي بصة ازاي? يعني تخيل نظرته ليه هتبعى عاملة ازاي? يعني انا عايز اقولك ان الموضوع ده وصل للالفينات بداية ان محمد سعد فيلم اللي نفسه يعني عارفة اللي هو ايه? هزر على الاغنية. على فكرة. على فكرة. ده دليل ان زمان فعلا كانت فيه براءة. والله طب بجد. اه طبعا. انا صعبان عليها الاجيال دلوقتي. حاسة ان ان طفولتهم وبراءتهم والم مش موجودة دماغهم خلاص مليانة وفيها كركبة كتير بحاجات اه يعني اوفر اوفر كتير قوي على على سنهم بصراحة. حتى الدراسة. طب مش يمكن لو بدان ان احنا نعلوهم الحاجات الحلوة اللي حصلت لنا واحنا اطفال اه اغاني. يعني مثلا كان فيه يعني تتوقعي? اه اه لا انا انا عارف. والله يعني 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 مش عارفة انا برضو بقول يعني عارفة اه نعمل تجربة كده يا جماعة. فيه امل. بألعاب بحاجات بالقصص كنا بنحبها واحنا صوارين. لعل لو عسى يبقى فيه واقع تاني ومش لازم يبقى الواقع بتاعنا بس اللي هو ايه نخلق لهم حاجة تانية غير الحال اللي هم عايشينها دلوقتي المعتمدة فقط على الموبايل والتاب والتكنولوجي والحاجات دي كلها. ده يتسحب منهم بقى. ايوا. الحاجات دي. ونفضل وراهم كده لمدة شهر شهرين لحد ما اعراض نسحب الكلام ده يرقب منهم. اه. ونتدي نقوم داخل لهم بالقطة اللي مش مش ايه. فيه يمسكوا الموبايلات تانية ويعيشوا في لو اقع بتاعهم. فاحنا اللي نندم ونديهم التليفونات بادينا تاني. افتكروا يا جماعة معنا الانشيد اللي حبيتوها الانشيدالمصرية مش الانشيد اللي كنا بندرسها. المحفوظات اللي كنا بندرسها في المدرسة. امر عمر. لا 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 مش الحاجات دي خالي اللي هو يعني ايه اه لا مش دي. طب والله اللي فاكر برضو الانشيد اللي كانت في الكتب المدرسية. يقول لانתי. انا عارب حقولولينة ايه. هو هو نشيد واحد لف على الأجيال كلها. اه والله. بتاع ايه? لا مش هقوله عشان خاط ايه يعني هما لو فاكرينه يقولو. اه. طيب والله برضو. والله ما انا مكسر للكلمة. اكتر نشيد حبتوه وانتو صغيرين. سواء مدرسي. او من الاغاني المصري اللي هي اه. اغاني الالعاب دي. اللي احنا زي اللي قلناها. صح. ده هيقوله لنا ازاي? لما يبعتونا على رقم الاسم اسمية وخمسة تلاتة ومنه الى الواتساب على طول برضو او مسجر. سلام. ورقم تليفوننا تلاتة تمانية تلاتة خمسات اه تلتمية وستاشر ولا تزعلي نفسك خمس? لا اصلا انا جاتلي دلوقتي جالي اسم النشيد دلوقتي. فصح بروفو عليكي. والفان بيديو بتاعتنا بالعربي والانجلش على الفيسبوك. وكل السوشيال ميديا هي نغم اف ام وايها بتوفي اللي مدوبنا. يلا بينا. يلا بينا.